أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الأهمية والأولوية الملحة التي توليها الحكومة في البرنامج الخاص بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مرافق السكة الحديد ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه لمتابعة خطوات استكمال تطوير منظومة السكة الحديد بتفعيل عقد جنرال إلكتريك الخاص بالجرارات والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل 81 جرار وتوريد وتصنيع مائة أخرى بالإضافة إلى توريد 140 عربة نقل بضائع بواقع 20 عربة شهرية وأشار إلى اتفاق على تصنيع 85 عربة ببوابات منزلقة لأول مرة في السكة الحديد وتصنيع نحو 75 عربة بنظام القلاب فضلا عن خطة لتحديث عربات نقل الركاب على خطوط الضواحي تبدأ فورا بواقع 40 عربة شهرية